بعد ساعة من دلوقتي في تاريخ هيكتب ايه التاريخ الاهلي بيلعب ريال مدريد في الدور قبل نهاية الكاس العالم للاندية الحقيقة انا فاكر كويس قوي مطش الاهلي وريال مدريد في 2001 جون صندي لما حصام غالي رقص ايكر كاسياس ولعب له الكورة وجاب جون وكان ريال مدريد بقى ايه كان ايامها يعني زيدان وروبيرتو كارلوس ورونالدو وراول كان الدنيا الحقيقة وما كناش مصدقين كان الاهلي ايامها لسه بيبني فريق مع مانويل جزيه وخالب بيبو كان حسام غالي وكان على ابراهيم وكانت مجموعة عظيمة جدا من الجيل ده كان قبل بوتريكا طبعا لكن المطش ده انا فاكر كويس قوي بصوت الكابتن ميمي الشربيني وهو بيعلق على الجون بتاع صندي النهاردة على بعد ساعة واحدة من مطش الاهلي وريال مدريد في تاريخ جديد الحقيقة اتمنى ان النادي الاهلي يوصل دور النهائي لاول مرة في تاريخه عشان يلاعب شقيقه السعودي الهلال اللي مبارح الحقيقة فرح الناس كلها وشرفنا جميعا وشرف الكرة العربية ووصل الى النهائي بعد فوزه على فلامينجو البرازيلي تعالوا نشوف خبر فوز الهلال السعودي ووصوله الى المباراة النهائية في كأس العالم نشوف الخبر مع بعض لأول مرة في تاريخه الهلال السعودي يتأهل الى نهائي كأس العالم الاندية بعد اقصاء فلامينجو البرازيلي مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع خبر الهلال السعودي خلينا نشوف تويتر كتب ايه على فوز الهلال ووصوله الى النهائي وليد الفراج الاعلام السعودي قال لم تكن الارجنتين حالة خاصة بل كانت بداية مرحلة للكرة السعودية الف مبروك لكل محب الهلال والكرة السعودية نادي مشرف ويرفع الرأس قال ايش استبدال الهلال مع هاشتاج الهلال فلامينجو طبعا هو هنا بتكلم على مطش الارجنتين في كأس العالم اللي السعودية كسبته اتنين واحد عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز قال اي مجد عظيم يا هلال المستحيل ليس هلاليا فريق ممنوع من التسجيل لفترتين يغيب عنه خمسة لاعبين من المنتخب السعودي الذي فاز على الارجنتين في كأس العالم مثقل بالاصابات يتأهل لنهاء كأس العالم للاندية في اعظم انجاز سعودي امام بطل الليبرتادورس بمستوى عظيم مبروك بالتأكيد له الهلال تغليده اخضر له دكتور عبد الرازق الهزيمي يقول الثقر لا يموت ولكن يسترد انه الزعيم يا سادة مع هاشتاج الهلال فلامينجو اذا دي كانت فرح الحياة السعودية وعربية الاهلي على بعد ساعة واحدة من مباراة ريال مدريد تعالوا نشوف مدرب الاهلي قال ايه عن هذه المواجهة مدرب الاهلي المصري يرفع التحدي قبل مواجهة ريال مدريد ويقول لن نتراجع الحياة في فرصة حيائية للنادي الاهلي موجودة تعالوا نشوف مواقع التواصل ايضا قبل ما رحب بضيفي قالت ايه عن هذه الموقعة التاريخية نيفين جمال قالت قادرين على تحييه الحلم ان شاء الله اهل المنديال جاهز للريال مع صورة الكابتن عمر السولي كمان نصور التالتة هي مباراة تأكيد النادي الاهلي اكثر من كونه نادي افريقي العالمية دولا من الانكبار انت كبير يا اهلي الاهلي علمنا للمستحيل كلمة خارج قاموس الكيان العبوا بروح الاهلي اجعلوا العالم يهتف لكم باسم الاهلي كاتب التاريخ ما زال ينتظر منكم الكثير تغريدة كمان من مها ايوة انا اللي بتحط في الظروف الصعبة وبخرج منها بطل الكل بيشهد له ايوة انا اللي تاريخي مرجع للكل قارلي او دولي ايوة انا الناجح واعداء كتير وبطولاتي اكتر تفاول كبير الحقيقة من مشجعي ومحبي النادي الاهلي اخر تغريدة معنا لأحمد بيقول حديث انشلوتي عن الاهلي يزيد فخرنا بالنادي الاهلي يعلن للعالم كله الاهلي نادي عالمي بيناطح كبار العالم في كرة القدم الاهلي قادر على مقارعة الكبار صحيفة آس تكتب علينا ملوك وعالميين هذا هو الاهلي يا سادة وهذا مقامه